استنفار حوثي إزاء التصريحات الأمريكية الأخيرة المناهضة للجماعة حمل طابع الاتهام لواشنطن بإعاقة جهود السلام في اليمن الاتهام جاء في بيان لوزارة خارجية الميليشيا غير المعترف بها ردا على بيان الخارجية الأمريكية الذي قال إن العالم يراقب أفعال الحوثيين داعيا إياهم للتعاون مع الأمم المتحدة والاستماع إلى النداءات من أجل السلام تزامنت هذه التصريحات مع عودة للمبعوث الأمريكي إلى المنطقة في مساع جديدة لتجديد وتوسيع الهدنة التي انتهت في الثاني من أكتوبر المنصرم وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن مبعوثها الخاص تيم ليندر كينغ سافر الأربعاء إلى الإمارات والسعودية لدعم الجهود المبذولة لتجديد وتوسيع الهدنة المتعثرة يسعى الوسطاء الدوليون إلى تثبيت هدنة إنسانية طويلة الأمد في هذا البلد في اعتقاد أنها المدخل للانتقال إلى عملية سياسية شاملة تنهي الحرب وتداعيتها هذه الجهود والمساعي المساندة لها تأتي بعد أيام من تصنيف الحكومة ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية عقب استهدافها لميناء الضب والنشيما النفطيين كما تأتي أيضا في ظل التحذيرات من أن باقاء الهدنة عالقة بين التمديد والإنهيار يزيد من خطر وقوع هجمات حوثية وتجدد القتال في الخطوط الأمامية حتى اليوم يرفض الحوثيون المقترحة الأممية القاضي بتجديد موسع للهدنة لمدة ستة أشهر إضافية مشترطين تقاسم عائدة النفط مع الحكومة ودفع رواتب كافة الموظفين بمن فيهم مقاتلها في الجبهات وعناصرها الأمنية وهو ما ترفضه الحكومة ويعتبرها الوسطاء الدوليون غير مقبول